اشتركوا في القناة 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 يعني لو مثلا اهم شي عندك الواتس اوب بتفتح فقط خيار الواتس اوب طيب كيف هتفتحها طبعا هنا اللي هو حجم بيانات الواتس اوب بتحذفها انت هتروح لاول شاشة اللي هي الاي كلاود مكتوب وجنبها البرامج وجنبها كل شي مفتوح يعني انت ما انت محتاج الصور انها تكون في النسخة الاحتياطية بتدخل على الصور وبتسوي لها اغلاق طبعا تقفل هذا الخيار هيجيك رسالة انه هتنحذف هي فقط هتنحذف من حساب الاي كلاود وليس من حساب الايفون طيب تقدر تقفل اي خيار انت ما انت محتاج انه يكون فيه لو نسخة على نسخة الاي كلاود عندك يعني مثلا تطبيق البي بي اي ما تبغى يكون لو نسخة في الاي كلاود بتقفل الخيار و الى اخر من كل التطبيقات المحملة او محملة على جهازك اللي تدعم نسخة احتياطية بداخل الاي كلاود يعطيكم الف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة